اشتركوا في القناة اثرت على امدادات الطاقة وتوفر واسعار البضائع واكد المجلس اهمية الاستمرار في مراقبة الاسعار والتأكد من توفر السلع في الاسواق ومنوها بالجهود المشكورة التي تمت من قبل الجهات المعنية والقطاع التجاري لتوفير السلع بعدها نوه المجلس بالنتائج الايجابية التي تحققت على صعيد الاداء الاقتصادي والتي عكستها المؤشرات التي سجلت في بعض القطاعات نتائج غير مسبوقة في تاريخ البحرين وذلك في ضوء اطلاع المجلس على متكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2022 والتي اظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلية الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 83.1% وهي الاعلى في تاريخ البحرين وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية كما اظهرت تقرير نمو الناتج المحلية الاجمالي بنسبة 4.9% في العام 2022 بالاسعار الثابتة وهو اعلى نمو منذ العام 2013 فيما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.2% بالاسعار الثابتة وهو اعلى نسبة نمو منذ العام 2012 متجاوزا بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0% ثم اشهد المجلس بالدور الذي تطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي خاصة في ظل التطورات العالمية والتحديات التي تتطلب المزيد من التعاون والتكامل وذلك في ضوء الاشارة الى الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية بعد ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 وإحالته الى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية وقد روعي في اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين والالتزام بتحقيق برامج التوازن المالي بتحقيق التوازن بين الإرادات والمصرفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإرادات والعمل على مواصلة العمل تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها ثم سارض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي في ضوء الاطلاع على المذكر المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير العمل حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للشركات التي ساهمت في توظيف المواطنين ودورها في نجاح مبادرات التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي خلال الفترة من يناير لغاية مارس 2023 بعدها أخذ المجلس علمانه من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن اجتماع الدورة الخامسة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2022 و23 ونتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الهند تجاجة الوزارات تجاجة الوزارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة